السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ارتفاع أسعار اللحوم والدواجن والبيض خلال تعاملات اليوم بالأسواق 21.5.22 في مصر ارتفعت أسعار اللحوم والدواجن والبيض اليوم السبت مقارنة بالأسعار أمس الجمعة أما أسعار الدواجن سجل سعر كيلو الدواجن البيضاء 42 جنيه و 38 قرش بزيادة 95 قرش عن أمس الجمعة سعر كيلو الدواجن البلدي 55 جنيه و 35 قرش بزيادة 93 قرش أما كيلو الدواجن البيضاء المجمدة بـ 50 جنيه وربع بزيادة 4 جنيه و 82 قرش أما أسعار كرتونة البيض البيض الأبيض الـ 30 بيضاء بـ 56 و 95 قرش بزيادة 63 قرش أما كرتونة البيض الأحمر الـ 30 بيضاء بـ 59 جنيه بزيادة 60 قرش كرتونة البيض البلدي الـ 30 بيضاء بـ 65 جنيه بزيادة 60 قرش أما أسعار اللحوم اليوم سعر كيلو اللحم الضقن بعظمه 158 جنيه و 48 قرش بزيادة 13 جنيه كيلو اللحم البتيلو بعظمه بـ 60 جنيه و 71 قرش بزيادة 20 جنيه و 71 قرش أما كيلو اللحم الـ 155 جنيه بزيادة 3 جنيه و 80 قرش أما كيلو اللحم الـ 166 جنيه بزيادة 76 قرش فقط دمتم في رعاية الله وأمني وشكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته